كيف تتعامل مع الغضب حبائي قبل ما أتكلم عن هذا الموضوع أنا موجود في البازيليكا في كنيسة القديس يحنى هذه الكنيسة بنيت في القرن السادس ميلادي في أيام الإمبراطور جستنيان بنيت هذه الكنيسة أيضا مع كنيسة آية صوفية في إسطنبول هذه الكنيسة كانت تعتبر تحفي فنية بالهندسة والمعمار لكن معظم حجارتها أخذت من أفسوس القديمة اللي كنا فيها بعد ما حدث الزلزال كان صعب بنائها والرومان مش عاوزين يستثمروا أكثر في الأبني ولسيما كانت في فترة ضعيفة وبهذه المرحلة ابتدى دخول العرب والإسلام إلى المقاطعات الشرقية وأيضا في نفس هذه الكنيسة حسب التقليد المسيحي يوجد قبر يحنى الرسول طبعا بسبب الاضطهادات الكثيرة كانت الناس تنقل من مكان إلى مكان في القرن السادس كان طبعا دخول العرب في القرن الثاني عشر كانت المنطقة مسيحية دخول الأطراق مما أدى للمسيحيين يتركوا هذه المنطقة مثل ما شايفين القلعة الكبيرة اللي خلفه بنيت حتى يحتموا من دخول الأطراق فهكذا التاريخ يعيد نفسه من أبنية من أثرات اللي كلها بتصرخ أو بتتكلم عن أمور كانت في الماضي اشتركوا في القناة